طيب برحب بحضراتكو خلينا كده نخش في الموضوع على الطول ونتكلم تحديدا عن الثقافة السيدة عندنا اي حد دولت يقولك انا عايز اعمل دايت مثلا يبدأ يدور على انسى بطريقة يروح يسأل حد من صحابه عمل دايت انت خسيت ازاي يروح اونلاين يدور على دايت معاين مشكلة هنا ان انت لما تروح تدور او تسأل مش شرط الدايت ده يناسب جسمك ابدا ومش شرط يبقى صحي ليك كمان ومش شرط يخسسك خالص يعني الكيتو دايت الدايت مش عارفة المتقطع الحاجات اللي ازاي كده الانواع الكتيرة اللي ظهرت مؤخرا مش شرط تنجح معاك لو نجحت مع غيرك فبالتالي ما بتحققش النتيجة المرجوة ازاي بقى ان احنا نعرف الدايت المناسب لينا وكمان نروح ونخص عن طريقته او عن طريقه ويعني هو ده الموضوع بتاع حلقتنا النهاردة وسقالينا في البداية نراحب دكتور دينا ابو السعود المستشار التبي لشركة بايو ناترلز من ورانا حاببتي ازاي كالعادة بصي بقى يا دكتور دلوقتي ملافة لحن نتكلم فيه ده او اللي ترحنا دلوقتي ملافة مهمة جدا لان مافيش بيت في مصر مافيوش اتنين او شخص على اقل بيبقى عايز يخصه بيبتدي بقى يسأل بدل ما نروح لدكتور طب انت خصيت ازاي طب انت خصيتي ازاي فخلينا نعرف ايه انسب الطرق لفقدان الوزن وفي نفس الوقت اعرف ازاي الطريقة دي مناسبة لي او لا لما كلمتي يا هاواند عن انواع الدايت فعلا فيه انواع كتيرة جدا وناس بتدور على النات وتقولك مش عارفة فلانة من المشاهير خاصة عليه فلانة من المشاهير خاصة عليه لا الحقيقة فيه انواع كتيرة جدا ممكن تكون مش مناسبة خالص للناس كتير الكيتو الدايت المعتمد على الدهون بنسبة رئيسية وبيمنع الكربوهايدريت لا على الجسم محتاج الكربوهايدريت الكربوهايدريت هو الوقوت بتاع الجسم هو البنزين بتاع الجسم وناس كثير ما تقدرش تعمل الكيتو دايت. خلي بالك الكيتو دايت دا أصلا ثيرابيوتيك دايت. يعني ايه ثيرابيوتيك دايت. يعني هو دايت علاجي. اكتشفوه مش فاكرة سنة 1900 وكام. انه بيعالج اطفال الصرع. اه دا هو دا اساس. انه هو لما الاطفال بيكلوا لنسبة الدهون العالية دي. انه بوط الصرع دوغ بتقل. اكتشفوا بعد الفتر اللي هو بيخصص في عمله دايت. ليه بعض السايد افاكت طبعا. يعني احيانا الكيتونس دي ممكن لا قدر الله تعمل مشاكل كبيرة. طيب. ناس تانية تقولي خلاص. طب ايه رأيك يا دكتورة دينا في الهاي بروتين دايت. ان احنا نعتمد على البروتينات كمصدر رئيسي ووحيد. لا. ما ينفعش ان انا اعتمد على بروتين بس. يعني دا كده كلميني عن عصر الهضم. كلميني عن الناس اللي عندها مشاكل في الكلة. ازاي هتعتمد على البروتين. لا طبعا. ناس تانية تقولك انا. هقلل جدا السعرات الحرارية. 500 سعر. ايه 500 سعر. انا مقدرش. لا وكمان. يعني وانتي قاعدة كده. ما تعرفيش تاخدي نفسك. لان السعرات الحرارية دي. وانا بتنفس بستهلك سعرات حرارية. بتحرك بستهلك سعرات حرارية. عملية الهضمة بتستهلك سعرات حرارية. نقل الهرمونات والخلال المأكلة. كل ده سعرات حرارية. هتوفي ايه ولا ايه. صح. بسمع بقى. وسمعنا كتير عن دايت فصائل الدم. ايه ده بقى. لا ده كتير. اه. في حاجة في الطيب بسمعها فات دايت. اللي هو الحمية البدعة. او الحمية. هي بالضبط الحمية البدعة. الناس. بتتكلم بطريقة ما لهاش. اي اختراعات. اختراعات. فاصيلة دمك ايه بقى تاكل كذا. فاصيل. ده فيه كمان سمعت عن حاجة كده جديدة. مش بقى فاصيلة الدم. طبعا دراسات اثباتت يمكن في جامعة في امريكا. بوسط. مش فاكرة اي جامعة. ان الاكل او الخاسسان ملوش علاقة بالاكل بتاع. وفاصيلة دمك ايه. اه في نفس فعلا. انا سمعت ده لو لو انت ايه بيه تاكل الطمط ممكن تتخانك. اه بالضبط. اه بالضبط. ايه. 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 انت بيس و اقولك هاتكلي ايه. لا يجب ان لدينا مخو ربنا يوخلق النار. انت باشي رائع. لا. طيب. برجك ايه. الضايط السحي. او الضايط. لو بص نفس اقر عن برجك ايه دي. يعني مثل برج الحوت هيخليه يأكل ايه. برج الاسد يعني بجد والله. دي حاجة جديدة كده. جديدة دي جدا. انا ببص كده. ايه. اقولك كل الحمة ايه. ايه. حاجة قريبة جدا الضيط الصحي أنا ها واند هو الضيط المتوازن المتنوع الكافي لازم الضيط يبقى فيه التلاتة اسنشل نيوترينس ماينفعش ضيط يحرمني حاجة منهم البروتين دي الماكرو نيوترينس الجسم محتاجة بكميات البروتين الفات الدهون مهمة جدا بس طبعا لازم تبقى دهون صحية ونقلل جدا دهون المتحولة والكربوهايدريت مع المايكرو نيوترينس الجسم بيحتاجها بكميات قليلة هو ده الأكل الصحي لكن الكربوهايدريت أخذها ايه معقدة ولا بسيطة دي الفكرة الفات صحية ولا دهون المتحولة هي دي الفكرة لكن لازم كربوهايدريت لازم دهون ولازم بروتين هيل جدا طيب ايه بقى من خلاله المنتج اللي احنا بنتكلم دلوقتي بشأنه اللي من خلاله اقدر ان انا احصل على كل او التريانجل ده وفي نفس الوقت ما حسش ان انا جعين وما تخنش يعني اكل بالمقدار اللي يسمح لي ان انا احصل على اللي انا محتاجه كجسمي وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه اكساء يعني زيادة علشان ما تخنش اهم حاجة في قصة الدايت او ان انا انقص في الوزن لازم اقلل شهيتي لان اتحلمنا كلنا بس صعبة اللي عايزة تخس او اللي عايزة تخس لازم نغير اللايفستال بتاعنا من غير تغيير اللايفستال ان احنا نقلل الكميات يعني من غيره والنام كويس على فكرة النام بدري لان النوم اللي متأخر بيعليلي هرمون الكورتزول وده بيقدي الى تخر على فكرة ده من غير ماكل كده وانا قاعدة هرمون الكورتزول التوتر الضغط النفسي العدم النوم كل ده بيعليلي الكورتزول الكورتزول بيعليلي جدا شهيتي فلازم اغير اللايفستال المكملات الغذائية هي وسيلة لمساعدة ان كنت تغيري اللايفستال بتاعي عندنا شركة بايو ناتشرل الحقيقة بتقدم لنا كورس رائع كورس من المكملات الغذائية اللي تساعدنا جدا على انقاص الوزن اللي احنا شايفينها على الشاشة طبعا بيستا وقلب مالتي فيت والجرين كافي اكستراكت ومعانا الهداية فيتامين دال طيب هابدأ معاك باول حاجة في الكورس اللي هو بيستا بيستا ريتش سورس اوف فيبرز يعني سورس مصدر غني بالالياف مهمة اوي لو انا عايز اخس اقتر الالياف لان الالياف هي اللي بتحسسني بالشبع بتمنع من امتصاص الضهون فمن اهم الالياف اللي داخل بيستا بتمنع من امتصاص الضهون هي يعني اكل الجسمة ما يمتصش دهون بق لأ بيمتصش بس مش بنسبة بيه مش بنسبة بيه بالزبط بيستا عندي الالياف الشوفان والسيليم وردت القمح وردت القمح من الفايبرز اللي بتاخد وقت في الهضم فمش هحس ان انا جعانة مش هحس ان انا جعانة ده طبعا بيستا وبطامن كل الناس ان مرخص موظلة الصحة المصرية ده مهم جدا 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 انه ما بيلعبش على سنترز المخ مهم جدا جدا ان الشبع ده عشان النفشة بتاعت الالياف ده اللي بتحسسني بالشبع مع فيتامين سي داخل بيستا وفيتامين سي بيساعد على الفات اوكسيديشن مع الكروميوم ده اول منتج هو طبعا عبارة عن ساشتس كياس كده بتتعمل في مية وقبل الاكل بساعة ولا نص ساعة نص ساعة بس ادوب كويس قوي قوي في المية وبشربه طبعا معنا كمان الــــــــــــــــــــــــ.. الملتيفيتامينس لما قلتيني ان ... اللي التي يفقدها بيفقد فيتامينس دعني بالك الفيتامينات أنا بقول انها مهمة للناس العادي تخس والناس العادية الفيتامينات يعني لا مجال ان انا ازبط وفيتا او فيتا دي يعني الحيوية وهي فيتامين opera مثلا فالــــــــــــٍ Ribebibibibibibibibibibibibibibibibibibi3 تكoric swift babies فالـ للمござلص messian ranked ألبا مالتي فيت طبعاً اللي موجود لأن ألبا مالتي فيت ملم ب13 فيتامين ومعدن ده مهم جداً من أهم الفيتامينات لو هكلم على التخصيص أنا عندي فيتامين بي بكل العيلة هي بي كومبكس كلها الفيتامين بي اللي بيدعم جداً سرعة الحرق وبيدعم وبيرفع لي معدل التمثيل الغذائي بلس طبعاً أن الفيتامين بي كلنا عارفين أنه مهم لصحة أعصابنا مهم لصحة عينينا مهم لبشرتنا كمان ومهم لتكوين خلايا الدم الحمرة الفوليك أسد والكوبالامين الاثنين دول بيدعموا جداً قرات الدم الحمرة هيا قبل ما نخش بقى على الجرين كافي ونكمل خلينا ناخد حالة لأن حالة بينطبق عليها بيستا تحديداً أي يعني بيشنت أو شخص جرب مش قول مريض يعني بس شخص جرب بيستا وكان عنده زيادة في الوزن بشكل ملحوظ ولما جربه هيا نسمع بالضبط إيه اللي حصل أحكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدك تخسي أنا اسمي أيا عاطف رجب عمري 26 سنة كنت 85 وبقيت 65 الموضوع كان صعب معي جداً في الحركة كنت مش بقدر رمشي رجلي كان الوزن تقيل عليها ما كنتش بعرف أخد نفسي كويس اللبس كان صعب جداً ما كنتش بعرف ألبس في سني خالص كنت حاسة أن ألبس لبس مو موياً موضوع كان صعب أوي في اللبس كنت بستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة ثلاث وجبات في اليوم قبلها كنت بشرة بالكباية لا طعمه ما كانش فيه أي مشكلة خالص بالعكس وهو طعم التفاح فكان لذيذ يعني ما كانش عندي أي حرمان من الأكل كنت باكل عادي كل حاجة بس هو أصلاً كان بيسد الشهية كنت باكل أي حاجة بس قليل يعني وجبات قليل مبسوطة جداً الحركة بتاعتي بقت خفيفة بقيت قادرة أن أنا أمشي بروحتي بقيت ألبس اللبس اللي أنا عايزين بنصح أي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي أنه هو يستخدم بيستا دايماً علشان الواحد يتأكد من مصدقية شيء يجربه يعني دلوقتي إحنا بنسمع ناس بنفسها هي اللي بتتحدث عن تجربتها لو أنا دلوقتي عندي شكل تالي إن إحنا ممكن نجرب حتى شهر شهر ده بيفرق بشكل كبير يعني الشهر تقريباً مع بيستا يخسس من كام لكام ممكن أقول منمام أقل حاجة ستة كيلو ستة كيلو ده رائع ده رائع جداً خلي بالك يا نهواند أنا ما بحبش اللي يقولك لا 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 أصلاً عندي خروجة كمان شهر عايز أخص في شهر ده أو عندي فرح ده كلنا بنفسك لا مش حلو خارس مهمة قوي يا جماعة أن ما نركز إن إحنا ننزل مرة واحدة لا لازم طول ما أنا بنزل بالراحة طول ما بقى بصحة أحسن خلي بالك الفات دايتس اللي قلتلك عليها أو لما كنا ملتكلم على أنواع دايتس بتخسس جداً لكن تخسس بغض النظر أنت حالتك صحيحة تعبانة مش قادر أقوم شعري بيقع مش مهمة خسيتي مش خسيتي بموت مش خسيتي اللي هو مفيش طاق مش خسيتي دا خطر جداً لا إحنا عايزين نخس ويبقى عندنا طاقتنا وعندنا حيويتنا وعندنا نشاطنا وشعري يبقى كويس بشريتي تبقى كويسة دا الخصصة من الصح أنا بتتفي معاك جداً ويمكن كمان المشكلة في الناس لو هنروح للبديل اللي هو السهل والسريع بقى والعمليات العمليات وشوفنا أصدقاء كتير ومعارف لينا لما بيعملوا عملية بجد بيبقى شكلهم أو بيخسوا بس كانهم واحد عيان يعني تبصيلوا أو تبصيلها لا يصحبوا عليك يعني فعلاً الناس مريضة وشها شاحة في حاجة وحشة شكلهم بقى أوحش بكتير يعني بشوف صحابي اللي بيعملوها بقولهم بجد وشكه كان أحلى الأول فالواحد لازم يختار الطريقة الأبسط والأسهل والأأمن في نفس الوقت احنا هنا بنتكلم عن بيستا فعلاً طريقة أو يعني أسلوب للتخصيص أمن جداً وفي نفس الوقت انت عندك يعني الشهادة اللي بتؤكد ان انت واخداء الأبروفل طبعاً علشان المنتج ده يتم تدوله طيب ناخد بعض الأسئلة سريعاً برضو نرمين بتقول أنا كنت تعبانة جداً باخد علاج كان فيه مادة بتعمل ميا تحت الجلد ووقفت العلاق ده وبرضو وزني مش بيرجع زي الأول ووزني بقى زيادة قوي فإيه الحل؟ طبعاً الميا تحت الجزم دي كارسة تانية يعني الميا أصلاً بتعمل ويت وتعمل شيف وحش جداً بطمنها جداً ان تقدر تاخد كورس بيستا هتاخد بيستا قبل الأكل بنص ساعة وان ساشت أو تو ساشت ولازم برضو أفكر السادة المشاهدين ان شركة بايوناتشرا هي الوكيل الحصري أنا هاواندي ما عندناش أي أرقام نقدر نحصل على المنتج غير فقط الأرقام اللي ظهر على الشاشة كمان عندنا أكيد صفحة على الفيسبوك اسمها بايو بيستا بناقدر نستفصل نقدر نستفصل على الأسعار برجع أقول الأسعار رائعة الأسعار في المتناول الجميع وشركة بايوناتشرا مقدمة فريق طبي بيتابع الحالة كل أسبوع وعندنا مندوبين في كل محافظات بصر احنا بيتفرجوا علينا مش بس في قاهرة احنا بيتفرجوا علينا في كل حتة فبنوصل لحد باب البيت برجع أقول لها هتأخذي كورسي بيستا هتأخذي بيستا قبل الأكل بنص ساعة هنحطه على كوبات مية كبيرة وندوبه كويس قوي هتأخذي من القلب مالتي فيت هتأخذي أرس واحد بس بعد الفطار لأن فيتامين بي بدعم لي الطاقة فأخذوا بعد الفطار أرس واحد وعندي الجرين كوفي أرس واحد برضو بعد الغداء وأرجع أقول الجرين كوفي رائع لحرق الدهون والجرسينيا داخل الجرين كوفي إكستراكت وفيه هدية شركة بي ناتشرل بتقدمها فيتامين ديل فيتامين ديل مهم جدا 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 لإنقاص الوزن بتلاقي بنات كتير مليانة وعندها شوية دي براشن المودها مش حل وهي معندهاش مشكلة تفكر فيها هي صحية زهقانة وأرفقه والشعر بيقع يجي الدكتور ويقول لها ومعندهاش أي مرض يعني ما عندهاش مرض الاكتئاب ما عندهاش أي حاجة تؤدي إلى اكتئاب ويقول لها حلل ليه فيتامين ديل نلاقيه 6 و7 و8 وقصص وتخينة لما بتيجي بقى تاخد الفيتامين ديل الدكتور بيقول لها عليه بتقدر وقتها تخص والدعم الصحة النفسية جدا وفيتامين ديل عندنا بيطلع هدية مع الكورس حلو جدا سهير محمد أنا جوزي جسمه رياضي بس مشكلته أنه طلع له كرش كل ما بيحاول يمنع الأكل جسم بس دي مشكلة ستاته رجالة يمنع الأكل جسمه كله بينزل معادة منطقة الكشف هالكورس ده حيناز بيمكن النقطة دي أو السؤال ده خاص بيه السمنة الموضوعية سوأ في البطن في الرجلين هيا الحتة اللي بتبقى صعبة أو الأماكن اللي بتبقى عنيدة جدا البطن الكرش وبتبقى أكتر حاجة عنيدة وأكتر حاجة خطر ومع الرجالة والستات الاتنين طبعا الدهون الحشوية خطر جدا لأن هي البطن ملمة بالبنكرياس ملمة بالكبد فممكن يعني لا قدر الله الزيادة أو الكرش أو هتلاقي لا قدر الله دهون على الكبد دهون على البنكرياس وانسنا بأنه بيخص الدنيا بتتزبط ده معاً طريق بيستا بقى يقدر بيستا بيقدر بس هو خلي بالك الكرش ده بيحتاج وقت شوية أكتر فبنصبر يعني بناخد الكورس وممكن حتى نمشي شوية مع الكورس مهم بس ما بقاش تخين يعني ماينفعش مثلا واحدة 120 كيلو أو 130 ولا نزلي جم أنا كده بدمارها أنا خايف على رقبتها فلازم تخص الأول وبعدين تبتدي تمشي شوية الولد بيقول لك سوهير هي بنت سوهير البنت بتقول لك مشكلة البطن دي بس هي كلها خاصة تقدر تلعب بطن تقدر تلعب كارديو وتقدر بس هي لو بيستا بيخصص من 6 ل 8 كيلو لا أكتر من 8 أنا بقول لك مينمم يعني اللي هو أقل أقل الوزلت 6 كيلو عندهم 10 كيلو كمانا لو حد في أكسام بتلاقيها رفيع أو رفيعا عندهم مش بطن وطافر بس عندهم منطقة معينة هي اللي فيها الفاتس ال 6 كيلو دهول بيخص ده يعني هل بيستا بيشتغل على الدهون دي ولا بيستا بيشتغل وبيقدر يحرق الدهون متمركزة بقى في مكان أسوأ أكتر دهون متمركزة على البطن أو الدرعات أو الأرداف بالظبط فبيقدر يشتغل على المناطق دي بس المناطق دي بتاخد وقت أكتر من أي حاجة يعني في نفس خدودها ده أنا خدوده لغد هل بيستا بيشتغل بارده بيستا بيعرف أول ملاقي لغدي أعرف أن أنا تخنت على طول بس حالو بيخلي الوش كأنه معموله فيلن طبيعي صح؟ أيوة صح الناس كانت فاكرة أن أنا عاملة فيلر جالي فترة كنت تتخنت جدا بس من فترة زمانية أقولهم يا جماعة والله ده تخني بس الحمد لله لما خسيت وشي موقعش يعني الحمد لله طيب دكتور دينو قدامنا للأسف دقيقة عشان احنا نتكلمنا التفاصيل أكتر وشرحنا أنواع كمان مختلفة من أنواع اللي ضاعت فمش هنرحل هناخد كل الأسئلة المطروحة النهاردة نأجيلا إن شاء الله للفقرة الجاية بس خلاصة تقدر يتنصح إن الوقت الناس اللي هي سوء عندها سمنة موضوعية أو سمنة في الجسم ككل إن هم يلتزموا إزاي بالكورس يلتزموا بالكورس يعني أعرف مش أي حد بيعرف يلتزم دي مشكلتنا عشان كده شركة بيو ناتشرال قدمت الكورس اللي تقدر نتحكم على قلة إرادتنا صح حلوة دي ده مهم أوي أنا أعرف أتحكم على قلة إرادتي بستخدم الكورس بالطريقة اللي أنا قلتها ونصحتي لكل الناس كله واشربه ولا تصرفه صح حلو ده نورتنا يا دكتور والله عببتي نورتنا كالعادة واستفدنا وإن شاء الله نشوفك في فقرة جديدة بشكر حضراتكم أكيد على متابعيتي أنا وكريم النهاردة ونشوفكم بكرة في حلقة جديدة وعشرة صبح في الأهل معا